مرحبا بكم مشاهدينا كل أسبوع كيكون حدث طوب وآخر فلوب في هذه الحلقة الحدث الإيجابي لغنتك المعلي خلى العالم المغربي يرفرف عاليا كيتعلق الأمر بالتأهل المنتخب الوطني ثم النهائي كأس العالم 2022 بدولة قطر إنجاز تاريخي وعظيم طال انتظاره منذ عقل وخلى الفرحة تدخل القلوب والبيوت كل المغاربة داخل وخارج أرض الوطن إنجاز لم يأتي بالسهل بل إنه صنع من خلال جهد وقتالية لكتيبة الناخب الوطني وليد الرقراقي ولاعبوه بعد مباريات صعبة في مواجهة كل من منتخبات كرواتيا بلجيكا وكندا ضمن مجموعة صنفت وسميت بمجموعة الموت أفرحتم كل العرب من المحيط إلى الخليج ورفعتم رأس العرب عبارات أشاد من خلالها كبار القادة بصنيع لاعبو المنتخب الوطني وبدورهم خبراء ومدربون رياضيون نوهوا بالطبق الذي يقدمونه أسود الأطلس المنتخب المغربي لم يحرز التأهل فقط بل إنه صار صاحب أرقام قياسية مهمة أبرزها أنه أول منتخب عربي يتأهل لدور الثمن لمرتين ثم أول منتخب عربي كذلك يتصدر مجموعته ضمن كأس العالم مرتين أما بخصوص الأهداف فإنه مسجل أكبر عدد من الأهداف فيما ترقت مرماه أقل عدد منها والفرجة التي صنعها لاعبوه دولياً في هذه المنافسات الرياضية تبكر من خلالها القناص حكيم زياش من أنه يحصد لقب صاحب أسرع هدف للمنتخبات العربية بثلاثة دقيق وثلاثين ثانية في المواجهة التي جمعت الأصود مع فريق كندا أداء جيد ونتائج إيجابية وتنويه دولي كي يخلي أصود الأطلس يحققه مزيد من الإنجازات فحض موفق لهم في مواجهتهم ضد إسبانيا أما الفلوب فهو إقصاء المنتخبات العربية من مونديال 2022 منتخبات قطر تونس والسعودية صارت خارج هذه المنافسات الرياضية الدولية ومنتخب قطر كان أول المغادرين بعد خسارات متتالية في مواجهات جمعته بكل من الإكوادور السينيغال وهولندا وبعدما رفع صقف الأحلام عالياً في انتصار تاريخي على المنتخب الأرجنتيلي منتخب السعودية لم يتمكن من مواصلة الرحلة أما منتخب تونس فرغم الأداء العالي الذي قدمه لكنه لم يحصد نقاطاً تضمن له التأهل المنتخبات العربية الثلاثة صارت خارج المنافسات لكن الأمل كل الأمل معقود على أصود الأطلس لمواصلة الرحلة وتقديم فرحة عربية في أول مونديال ينظم على أرض عربية حلقة من انتهت شكراً على المتابعة إلى الملتقى